السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة طالبات الصدف الأول معايدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 17 من كتاب جم 20-23 نبدأ باسم الله choose the correct answer from A, B, C or D number one حسن moved to Cairo in 2000 and mine that was 13 years space يعني هو انتقل إلى القاهرة في 2009 ذلك كان منذ 13 عام طبعا دي مدة زمنية وكلام في الماضي هنا ago بتأتي طبعا بعد المدة الزمنية since تأتي طبعا بعد منها فترة زمنية وليس قبلها next week طبعا كلام لسبوع القادم the next week مستقبل بسيط مش ينفع tomorrow طبعا مستقبل بسيط غدا مش ينفع لشان ده مستقبل بسيط number two what space do you do last weekend ما عد يقول له ماذا فعلت في العطلة الماضية طبعا كلام في الماضي last weekend يعني العطلة الماضية أو الأجازة الماضية طبعا في مصدر يبقى الكلام في الماضي يبقى هنا did where did بيجيب عندي منها صفة أو اسم أو حرف جر طبعا does أو did طبعا في المدرع مش ينفعه number three عندي هنا بيقول لك أحمد had lunch with his wife أحمد تناوله وجبة وجبة الغداء with his wife مع زوجاته طبعا كلام في الماضي عايز يقول yesterday ams tomorrow غدا ده مستقبل now مدرع مستمر next month طبعا الشهر القادم ده مستقبل بسيط مش هينفعه عندي number four she didn't الفاعل didn't الفعل في المصدر طبعا حتى مع وجود yesterday يبقى الفاعل didn't الفعل في المصدر يبقى when go when تذهب الكلام في الماضي gone اللي هي التصريف الثالث goes طبعا ده مدرع بسيط yes number five it's based my birthday last Sunday طبعا لأحد الماضي and we enjoyed it so much وكمان استمتعنا به كثيرا جدا الكلام في الماضي أنا عايز هنا عندي الكلام يبقى it was عشان طبعا my birthday طبعا ده اسم احنا قلنا was بيجي بعد منها aware بيجي بعد منها صفة او اسم او حرف جرب ما فيش طبعا هنا مش هينفع r ولا ينفع is ولا ينفع will be will be مستقبل was طبعا الإجابة الصحيح عشان يقول إيه لقد كان عيد ميلادي الأحد الماضي وكمان احنا استمتعنا we enjoyed it so much استمتعنا بي كثيرا r مضارع or is طبعا مضارع لو بيجي بعد منها last monday كلام في الماضي وعندي enjoyed كلام في الماضي يبقى هنا الإجابة عن the was it بتغيو was will be the future مستقبل مش هتنفع number six i space a fantastic holiday أجازة طبعا رائعة last may يعني طبعا last may يعني الشهر طبعا مايو الماضي يعني يعني يقول أنا قضيت يبقى الكلام في الماضي يبقى i had have مضارع و has مضارع وعندي having مضارع مستمر يبقى أنا قضيت a fantastic holiday أجازة رائعة last may يعني الشهر مايو الماضي بعد كده عندي number seven how is space your weekend طبعا عندي your weekend عندي هنا مفرم يبقى أنا غدواز على طول لي عادة ما فيش وم ما فيش مصدر مش هينفع واز احنا قلنا الواز دي بيأتي بعد منها على طول يا اسم يا صفة يا حرف الجر طبعا عندي هنا your weekend العطلة الماضية أو واز يعني كيف كانت عطلتك الماضية أو جازتك الماضية طبعا your weekend دي مفرد يبقى ناخد عندي واز دست يجي بعد منها مصدر وير طبعا جمع مش هتنفع ودي طبعا بييجي بعد منها مصدر عندي نمبر 8 عندي نمبر 8 space you see طبعا judy yesterday طبعا عندي مصدر see يبقى طبعا الكلام عندي yesterday في الماضي بقى انا عايز did وير طبعا في الماضي بييجي بعد منها اسم أو صفة أو حرف جر وطبعا في مصدر طبعا ني مش هتنفع have طبعا مضارة لم اسمعك بشكل جيد I didn't hear you will انا لم اسمعك ايه بشكل جيد يبقى طبعا not hear مش تنفع وابل له آسف انا I didn't hear طبعا hear دي سمع وهير يسمع مش هيقول له طبعا انا آسف انا اسمعك بشكل جيد لا طبعا هو بقول له sorry آسف انا لم اسمعك ايه جيدا I didn't hear you will بعد كده عندي تصحيخ خطأ number two read and correct the underline words اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط my last English lesson يعني طبعا آخر درس أو حصة ليا آخر حصة ليا was طبعا عايز يقول طبعا an hour ago يعني منذ ساعة يبقى an الاول an hour وبعد كده ago an hour ago يعني منذ ساعة آخر حصة انجليزي كانت منذ ساعة منذ ساعة my last English lesson was an hour ago بعد كده عندي how جايب لي do وهنا you feel يعني يقول له كيف شعرت when you first went to a new school عندما طبعا ذهبت أول مرة للمدرسة الجديدة يبقى هنا طبعا الكلام في الماضي في مصدر يبقى أنا عايز هنا did يبقى عندي did number three there is a party yesterday yesterday طبعا ماضي وعندي الparty طبعا باسم يبقى مفرد هنجيب منها الماضي was يبقى كان أو هناك حفلة أو هناك أو يوجد حفلة أو كان يوجد هناك حفلة كان يوجد هناك حفلة there was a party yesterday طبعا كان كان يوجد هناك حفلة لوجود yesterday طبعا عندي الحفلة دي اسم يبقى نقول طبعا نجيب منها verb to be بس في الماضي there was a party yesterday number four بعد كده عندي number four I I go to the museum two weeks ago طبعا عايز يقول منذ اسبوعين طبعا دي كلمات دل عن الماضي البسيط يبقى نجيب التصريف التاني من go went يبقى أنا ذهبت إلى المتحف منذ اسبوعين number five I ride the big wheel أنا ركبت العجلة الدوار last week طبعا العطلة الماضية والأجازة الماضية هنجيب التصريف التاني من ride road يبقى أنا ركبت بعد كده number six the children لأطفال طبعا الأطفال عندي جامع وأجيب لي didn't happy دي صفة نجابش مصدر يبقى هنا هتبقى الأطفال جامع هتبقى weren't the children weren't happy ما كانوش سعداء last night الليلة الماضية لوجود last night احنا قلنا was aware بيجي بعد منها صفة أو اسم أو حرف جر وعند هنا صفة happy مش هينفع طبعا didn't لازم يجي بعد منها الفعل في المصدر بدون أي إضافات number seven did you play football yesterday هل أنت طبعا لعبت كرة قدم أمس فطبعا السؤال عندي بدد يبقى الإجابة حتكون did طبعا أو سوري قال لي no I طبعا عايز يقول له أنا طبعا لعبت بسكتبول no I played بسكتبول طبعا كلام في الماضي يبقى نجيب التصريف التاني للفعل وضف له يبقى هنا played يبقى no I played لا أنا لعبت طبعا كرة سلة كنا نصل لنهاية الفيديو أتمنى يا رب الفيديو أن أعجب حضراتكم إلى لقاء الفيديو أخر بإذن الله مع تمنياتي بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته